أو أموارد القناة لو أنا دقيقة موارد الصندوق أربعة الموارد الأول رأس مال الصندوق ويدفع من أموال الهيئة وليست أموال القناة رقم اثنين نسبة من إرادات هيئة قناة السويس وليست القناة رقم ثلاثة عائدات وإرادات استثمار أموال الصندوق رقم أربعة أي موارد أخرى التي تحقق أهداف الصندوق إذن القانون لم يأتي من قريب أو من بعيد أو يشير من قريب أو من بعيد إلى أنه سوف تقول إليه أموال من إرادات القناة ولكنها إرادات الهيئة التي تمنح بضوابط محددة طبقا للموازن العام للدول طب وإرادات الهيئة من أين تأتي يا سيادة النائب ما هي بتأتي من إرادة القناة لا يا فاند ده مختلفين تماما إرادات القناة بالكامل تعد رسوم سيادية تورد بالكامل إلى الموازن العام للدول أما فيما يتعلق بالهيئة فلها ضوابط أخرى تماما شأنها شأن كل الهيئات الاقتصادية الموجودة في الدولة لها ضوابط الموازنة العامة للدولة تقدم خدمات معينة تقوم بأعمال معينة استثمارات معينة شركات أخرى لكن ليست الإرادات السيادية الخاصة بالخدمات التي يقدمها مرفق قناة السويس طيب فحضرك بتقولي كده أن عائد قناة السويس الدولاري التمانية مليار تقريبا ده بيروح للمالية كاملة للدولة بيرجع للهيئة جزء الخاص بالتشغيل أو جزء بموازنته موازنة الهيئة زي ما قال لي الفريق قسامة مبارك ده تبقى لضوابط معينة بقى في الموازنة العامة للدولة شأنها شأنها لأي هيئة أخرى وبالتالي لا يمكن أن تتوسع الهيئة في طلب أموال مثلا كجزء من هذا العائد وتقول طب أنا جماعة محتاجة بس عندي استثمارات عاملة فزود لي شوية جزء من عائد قناة السويس ما تقدرش تامل اطلاقا تامل ده جزء ده إضاح أيضا مهم جدا طب حسأل حريك أنتوا برضو نقشتوا ده في مجلس النواب في الجلسة في اللجنة الاقتصادية وده اللي يهمني هنا يعني الفاصل بين الملكية والإدارة من يراقب من يدير بص يا فاندم القصة كلها جمان الناس تعتقد أنه إرادات الهيئة أو إرادات القناة أو إرادات الصندوق لا تدخل في الموازنة العامة للدولة كل ده يدخل في الموازنة العامة للدولة طبقا لقانون المالية العامة الموحدة الصادر بالقانون رقم ستة لسنة عشرين وعشرين ومجلس النواب يراقب على الموازنة العامة للدولة س بيرقب على كل الموازنة يا فاندم أنا هنا أتكلم على هذا صندوق تابع لهاية قناة السويس يترجم في الموازنة العامة للدولة يا فاندم يترجم في الموازنة العامة للدولة